ونضم إلينا من باريس الكاتب والباحث السياسي مصطفى طوصة أستاذ مصطفى مرحبا بك معنا إذن قبيل هذه الجولة الجديدة من المحادثات غير مباشرة في فيينا ربما لا أحد يريد أن يتحدث عن ما يقول المثل الإنجليزي الفيل داخل الغرفة لا تعليقات من جانب الروسي ولا ألماني ولا الأطراف الأوروبية أو غيرها من تسريبات ظريف عدى اعتبار إيران هذا الأمر مؤامرة ضد الحكومة وضد النظام برأيك إلى أي مدى من شأن هذه التصريحات في التسريبات تعقيد المشهد في محادثات فيينا بعيدا عن ما صرح علنا نعم التساؤل المطروح حاليا هو حول توقيت هذه التسريبات والكشف عن هذه التسريبات عشية هذه الجولة الحاسمة من المفاوضات الإيرانية الأوروبية والإيرانية الأمريكية عن طريق الأوروبيين السؤال يطرح حاليا بحدة في هذه الأوساط كيف يمكن لهذه التسريبات ومضمون هذه التسريبات والاتهامات التي كشفتها هذه التسريبات والحقائق السياسية التي عكستها على المستوى الإيراني كيف يمكن لها أن تؤثر على سير المفاوضات حاليا لكن لحد ساعة عندما نقرأ ما يأتينا من فيينا من تعليقات عبر شبكة التواصل الاجتماعي من مواقف لبعض السفراء يبدو أن الجانبين الإيراني والأوروبي عازمان على المضي قدما في هذه المفاوضات والكل يصر على نشر هذه المؤشرات الإيجابية بأننا قريبون بالتوصل إلى تفاهم دولي حول هذا الملف من خلال يبدو ثلاث لجان لجنة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران لجنة العودة الإيرانية إلى الاتفاق النووي والعودة على هذه الانتهاكات التي لاحظنا مؤخرا ولجنة التطبيق آليات هذه التفاهمات كل هذه المؤشرات تقول بأنه بالرغم من كل ما وقع من حادثة نتنز من هذا التسريب الفضيحة لجواء الضريف كل هذه المؤطيات ليس لها تأثير حاسم على سير المفاوضات أو التقدم الحاصل فيها ولكن هل التقدم الحاصل بما تريده وترغبه إيران أستاذ مصطفى لأنه حتى تصريحات المندوب الروسي يقول بأن الهدف واحد يتمثل في الاستعادة الكاملة لاتفاق النووي في شكله الأصلي الولايات المتحدة قبل أن تستأنف هذه المحادثة وإن كانت غير مباشرة كانت ترغب بتوسيع هذا الاتفاق لا نعم وأنا أعتقد بأن هذه الرهبة الأوروبية والأمريكية لا زالت موجودة لأن الكل يقول بأننا لا يمكن لنا أبدا أن نكتفي بالعودة فقط إلى الاتفاق عام 2015 بحدافره علينا أن نوسع دائرة هذا الاتفاق لأن هذا الاتفاق يجب أيضا أن يلبي حاجيات دول الإقليم الأمنية وهنا الإشارة واضحة إلى الإسرائيليين الذين يحاولون ثاني الإدارة الأمريكية على العودة إلى هذا الاتفاق وأيضا مخاوف دول الإقليم في الخليج إذن كصراحة لا أحد يمكن أن يتصور أن نكتفي فقط بالعودة إلى الاتفاق الذي وقعته إيران مع أوبا ما بل كل يطالب أن توضع في هذا الاتفاق بنود جديدة من بين هذه البنود الجديدة المهمة وهو ضبط هذا البرنامج الباليستي بالرغم من كل التصريحات الإيرانية البرنامج الباليستي يعد كابوسا أمنيا لدول الإقليم وأيضا الحد ومحاولة لجم الأنشطة العدوانية الإيرانية في المنطقة تدخل في إيران تدخل في لبنان ولكن هل يمكن دفع إيران لذلك خاصة أنه الأمر يقتصر كمطلب على الجانب الغربي الأمريكي الأوروبي حتى الروس قالوها بصراحة نهيك عن الصين الروس قالوها بصراحة لا نريد توسيع هذا الاتفاق وهذا غير مطروح نعم ولكن هناك أيضا اعتقاد بأنه يجب وضع اللبنات الأولى لهذه العودة عبر رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية والجانب الأوروبي يعتقد بأنه إذا استطاعوا أن ينتزعوا منها الإدارة الأمريكية مثل هذه التنازلات فيمكن أن يقدموها للقيادة الإيرانية ويجعلوها تنخرط ليس فقط في العودة إلى اتفاق عام 2015 ولكن أيضا إلى تبني خطوات أخرى من شأنها أن تطمعن أولا المحاور الأمريكي وتانيا الحلفاء الإقليميين والأوروبيون أكثر من أي جهة حارصون جدا على أن يكون هناك على ذكر الأوروبيين هم طالبوا بطريقة واضحة إشراق دول الإقليم في هذه العملية التفاوضية لحد الساحة لم ينجحوا في هذا الهدف لكن هذا يعكس مدى اهتمامهم بأنه يجب بطريقة وبأخرى بعت رسائل إلى دول الإقليم عن طريق هذا الاتفاق الجديد أو المستجد الموسع إلى بنود جديدة لذلك الكل يعتقد بأن تفاهم فيينا الجديد لا يمكن أن يقتصر على العودة إلى عام 2015 بل يجب مناقشة قضايا أمنية استراتيجية حيوية أخرى بالنسبة للإقليم نقطة أخرى في إطار ربما لهذه المساعي لإعادة الولايات المتحدة وأيضا جعل إيران تعود إلى التزاماتها إيران اليوم تقول ربما تلمح إلى سعيها من خلال ربما حتى هذه الجولات إلى الإفراج أو تبادل للسجناء ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي وربما هذه التانية تصريحات في نفس الأسبوع من القبل الإيراني ما الذي تعكس هذه الرغبة وإلى أي مدى يمكن أن تمهد إلى اختراق ما بين الطرفين نعم هذه الرغبة الإيرانية تعكس بأن بطريقة أو بأخرى القيادة الإيرانية مستعدة لفرضية توسيع العملية التفاوضية ليس فقط لعودة إيران إلى الاتفاق النووي بل لمسائل أخرى الإيرانيين يقترحون ورقة تبادل الأسرة وإقامة علاقات استخباراتية ربما جديدة هناك من يقترح بأنه يجب أيضا إدراج عدة بنود تضفي صيغة جديدة على هذا الاتفاق وهذا يعكس بطريقة أو بأخرى أنه خلافا لما يقال للاستهلاك الداخلي الإيراني ربما هناك عملية إيرانية أوروبية أمريكية من أجل التوصل بطريقة أو بأخرى في آخر مطاف هذه العملية التفاوضية إلى اتفاق جديد يركز ويرسخ ما تم الحصول عليه عام 2015 لكن أيضا يلجأ إلى عناصر أخرى من شأنها أن تلبي حاجيات بين قوسين الرأي العام الداخلي الأمريكي ولكن أيضا الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة والأوروبا وعلى رأسهم إسرائيل ودول الخليج شكرا جزيلا لك من باريس الكاتب والباحث السياسي مصطفى طوصة شكرا جزيلا لك